اشتركوا في القناة في الذهاب للصيد بسبب مشاغل الحياة اليومية وقد لا يحضون سوى بيوم عطلة واحد أو يومين في الأسبوع أو في الشهر أو حتى جزء من اليوم ليمارسوا فيه هوايتهم المفضلة وغالبا ما يصادف هذا اليوم ظروفا قد تكون غير ملائمة للصيد لذلك سنحاول أن نفتح سرسلة جديدة مجيب من خلالها على مجموعة من التساؤلات تتعلق بكيفية التعرف على الظروف المناسبة والغير المناسبة للذهاب لرحلات الصيد وكيفية قراءتها والتعامل معها وكيف يستطيع الصياد أن يستهدف أوقاتا بعينها لكي يرفع من حظوظه في الحصول على نتائج مرضية قبل ذلك أريد أن أخبركم بأن القناة تحتوي على ما يزيد عن المائتين وسبعين فيديو كلها تعنا بتقنيات الصيد الشاطئي بالطرق العلمية الصحيحة والتجارب الشخصية لذلك أطلب منكم التفضل بدعمها والاشتراك فيها وتفعيل الجرس حتى يأتيكم دائما الجديد وبهذه المناسبة أريد كذلك أن أشكر كل الإخوة الكرام الذين يشجعونني على هذا المحتوى ويقولون في حق كلمات طيبة تحفزني دائما على إعطاء المزيد لا شك أن الذهاب في رحلات للصيد بطريقة حشوائية قد يكون فيه نوع من المغامرة الغير محسوبة النتائج ومن سوء حظ أغلبية الصحيحة أنه ليس لديها الوقت الكافي لفعل ذلك وتريد استهداف أوقات الثروة بعينها لتحضى بفرص أكبر للحصول على أسماك دون تضيع للوقت في الانتظارات الطويلة خلف القصبة قد يحتاج الأمر إلى إعداد وتخطيط مسبقين من أجل الرفع من حظوظ النجاح ومن خلال هذه السلسلة سنحاول الارتقاط بعض المعطيات والمعلومات الخاصة بهذا الأمر وكيفية التنسيق فيما بينها لكي نتمكن من برمجة رحلاتنا بالشكل المطلوب أول الأشياء التي يجب علينا معرفتها هو أنه ليست كل الأوقات تصلح للصيد هناك أوقات مناسبة وهناك أوقات غير مناسبة كذلك الأوقات المناسبة هي التي يحتمل أن تنشط فيها الأسماك بشكل جيد وتكون فيها الظروف البحرية ملائمة أما الأوقات غير المناسبة أي التي يحتمل أن ينحدم فيها نشاط الأسماك أو يكون فيها البحر القوي الهياجان أو فيها مد بحري قوي بحيث يشكل خطرا كبيرا على الإنسان وكذلك الظروف المناخية الغير مناسبة مثل العواصف إلى آخرين فيما يخص العوامل التي تؤثر على نشاط الأسماك فهي متعددة منها ما هو معروف ومثوة علميا ومنها ما هو مبني على إحصائيات وتجارب المهتمل ومنها ما لا يعلمه إلا الله ومن بين هذه العوامل تلك التي تخطع لقانون التجادوات الفلكية أو طبيعة التدارس أو التغيرات المناقية أو تعاقب فصول السنة أو فترات تولد الأسماك أو التيارات البحرية إلى آخره وفي أول حلقة من هذه السلسلة سنسلط الدور على أحد أهم العوامل التي يتحتم على الصياد معرفتها قبل الذهاب للصيد وهي ظاهرة المد البحري معرفة هذه الظاهرة لوحدها ستوفر لك أكبر قدر من المعلومات حول أوقات الصيد المناسبة وغير المناسبة وما هو المد البحري؟ ببساطة شديدة المد البحري هو ارتفاع في مستوى البحر ويتمثل في ثلاثة أشكال المد البحر الفلكي والمرتبط ارتفاطا وثيقا بالشهر القمري المد البحر الجوي والمرتبط بالتغيرات المناخية والمد البحر المسمى بالتونمي والمرتبط بالزلازل ويعتبر المد البحر الفلكي الأهم من بين الأشكال الثلاث يجب علينا فهمه ومتابعته لما لديه من تأثير كبير على نشاط الأسماك وذلك على طول السنة وهو ظاهرة طبيعية تؤدي إلى ارتفاع ثم انخفاض في مستوى سطح البحر بشكل دوري وتسمى هذه العملية بالمد والجزر وتحدثه مرتين في اليوم ومن أسباب حدوث هذه الظاهرة هو ارتفاطها بجاذبية القمر بصفة أساسية الشيء الذي يؤدي إلى ارتفاع في مستوى سطح الماء تدريجيا كلما اقترب القمر بالمنتصف مساره والذي يتقاطع في زاوية قائمة مع المكان الذي نتواجد فيه على هذا الشكل مثلا وتستغرق هذه العملية أي عملية المد حوالي ست ساعات تقريبا ابتداء من أدنى مستوى للماء إلى أعلى فيكتسح من خلالها مناطق أخرى مليئة بالمواد الغذائية الحيوانية والنباتية مثل العوالق وبويض المخلوقات البحرية واليرقات والديدان والحشرات والأسماك الصغيرة والقشريات والصدفيات والرخوية والطحالب إلى غير ذلك لما يجعل نشاط الأسماك التي تتغذى عليها يزيد أكثر وخصوصا في الساعتين الأخيرتين قبل نهاية المد وهذه هي الفترة الرئيسية لنشاط الأسماك وعند نهاية المد تكون الأسماك قد شبعت ويقل نشاطها بشكل ملحوظ ومباشرة بعد نهاية المد يبدأ مستوى الماء في النزول بصفة عكسية كلما ابتعد القمر عن منتصف مصاره في الاتجاه الآخر على هذا الشكل وتصمى هذه العملية بعملية الجزر وتستغرق هي بدورها حوالي ست ساعات تقريبا خمس منها يقل فيها نشاط الأسماك ليستأنف بشكل ملحوظ في الساعة الأخيرة من الجزر وتعتبر هذه الفترة بالفترة الثانوية لنشاط الأسماك وقد تمتد للساعة الأولى من المد الموالي وتتكرر دورة المد والجزر هذه مرتين في اليوم كما سوقع ذكر كما أن هناك عامل آخر يساين في ظاهرة المد الفلكي يتعلق الأمر بقوة الطرد المركزي الناتج عن دوران الأرض حول نفسها لذلك نلاحظ أن ما يحصل في النصف الكرة الأرضية العلوي الذي نتواجد نحن فيه من مد وجزر يحصل في النصف الآخر من الكرة الأرضية وفي نفس التوقيت لمعنى آخر عندما يكون المد في النصف العلوي يكون المد في الجهة السفرية المقابلة كذلك وعندما يكون الجزر في الجهة الفوقية يكون الجزر في الجهة السفرية المقابلة كذلك وهكذا يرتفع من سوق الماد في اتجاه قوة الطرد المركزي من الجهتين الموجودتين في خط مستقيم مع القمر للشمس كذلك دور في ظاهرة المد الفلكي كيف ذلك؟ لابد أن العديد منكم قد لاحظوا على أن مستويات المد والجزر تتغير تدريجيا من يوم لآخر إما صعودا في اتجاه المد العالي المرتفع وبلغة الصيادين بما يسمى بالمرية الكبيرة أو مزولا في اتجاه المد العالي المنخفض والمسمى بالمرية الصغيرة لماذا يا تورا؟ كما رأينا على أن حركة المد والجزر تنشأ بفعل جاذبية القمر بصفات أساسية ثم بسبب قوة الطرد المركزي الناتج عن دوران الأرض حول نفسها ثم بفعل جاذبية الشمس كذلك ومما أن القمر أقرب إلى الأرض من الشمس فالتأثير جاذبيته يكون الأكبر رغم صغار حجمه لكن جاذبية الشمس لها تأثيرها كذلك فهي تساهم في تغيير حجم المد يوميا حيث يختلف ارتفاع المد باختلاف نوقع القمر في مداره بالنسبة لكل من الأرض والشمس مع بداية ظهور الهلال عند بداية الشهر القمر وعند البضل في منتصف الشهر يعلو المد إلى أقصى مدار نظرا لوقوع الشمس والقمر والأرض في خط المستقيم إما على هذا الشكل بالنسبة لأول الشهر حيث يكون القمر بين الشمس والأرض أو على هذا الشكل بالنسبة لمنتصف الشهر حيث تكون الأرض بين الشمس والقمر فتضاغ جاذبية الشمس إلى جاذبية القمر فيصبح المد في أعلى مستوى له وفي هذه الحالة يكون المد والجزر كبيرين جدا وفي اليومين السابع والواحد والعشرون من كل شهر قمر يكون المد ضعيفا بسبب وقع كل من الشمس والقمر في خطين متقاطعين في زاوية قائمة رقصها هو مركز الأرض إما على هذا الشكل أو على هذا الشكل فتحد جاذبية الشمس من جاذبية القمر فيصبح المد والجزر في أدنى مستوى لهما وباختصار شديد في كل نهاية الشهر القمر يكون المد العالي مرتفعا ثم يبدأ في الانخفاض يوميا مع بداية الشهر الموالي إلى أن يصل إلى أدنى مستوى له في اليوم السابع من الشهر فيصبح المد العالي منخفضا ثم يبدأ في الصعود ليبلغ دروته في اليوم الرابع عشر ليستعنف عملية الانخفاض من جديد ابتداء من اليوم الخامس عشر ليصير مرة أخرى لأدنى مستوى له في اليوم الواحد والعشرون من الشهر فيعيد عملية الصعود إلى أن يبلغ دروته مع نهاية الشهر فتبدأ دورة جديدة مع شهر جديد إلى آخره وهكذا في كل شهر قمر نسجل مدين عاليين مرتفعين ومدين عاليين منخفضين كما رأينا على أن معرفة أيام الشهر الهجري مسألة محورية توفر لك معلومات أولها حول حجم المد وحجم الجزر هل هو مد عالي مرتفع والذي يتزامن مع اليومين الأولين من أول الشهر يعني واحد واثنان وأيام منتصف الشهر يعني اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر وكذلك في الثلاث أو أربع أيام الأخيرة من الشهر أيام سبعة وعشرون تمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون إن كان الشهر يستوفي الثلاثون أما المد العالي منخفض يكون في أيام ستة وسبعة وثمانية وفي أيام عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون وكل هذه الأيام تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط الأسماء إذا لم يكن هناك عامل آخر يمنع ذلك كما سنرى في الحلقات القادمة بحل الله وقوة في حين الأيام الأخرى ما بين فترات المد العالي المرتفع وفترات المد العالي المنخفض إما صعوداً أو نزولاً فيقل فيها نشاط الأسماك بشكل مرحوظ ولكي نتمكن من تحديد أوقات المد والجزر فإما بالمراقبة العينية للقمر فقط فإذا عايننا بداية لطلوع القمر هذا يعني أننا في فترة جزر مكتمل وبداية مد جديد ونفس الشيء بالنسبة لغروب القمر كذلك حيث يعتبره كذلك وقتاً لاكتمال الجزر وبداية مد جديد أما إذا كان القمر في منتصف مصاره بين الطلوع والغروب فنحن في فترة مد مكتمل إذن ببساطة إذا استطعنا أن نحدد وقتاً واحداً فقط من هذه الأوقات انطلاقاً برؤية القمر بالعين المجرد يمكننا أن نحدد باقي الأوقات وذلك بإضافة ست ساعات تقريباً مثلاً إذا لاحظنا طلوع القمر على الساعة الرابعة صباحاً فنحن في جزر مكتمل وبداية مد بعده بست ساعات تقريباً أي على الساعة العاشرة صباحاً سيكون المد مكتملا وبداية الجزر وبعده بست ساعات أي على الساعة الرابعة بعد الزوال سيكون الجزر الثاني مكتملا وبعده بست ساعات أخرى أي حوالي الساعة العاشرة ليلا سيكون المد الثاني مكتملا كذلك وهكذا يمكننا أن نأخذ فكرة عن مواعيد المد والجزر فقط بمعاينة القمر مع الأخذ بعين الاعتبار على أن مواقف المد تتخلف يوميا بحوالي 40 إلى 50 دقيقة كما أن هناك طريقة أخرى سهلة للتعرف على هذه الأوقات في حالة تعذر رؤية القمر فقط من خلال هاتفك المحمول ما عليك إلا أن تفتح متصفح جوجل وتكتب فيه أوقات المد والجزر زائد المدينة أو المنطقة التي تريد الاستياذ فيها وسوف تجد كل المعلومات المطلوبة للإشارة فتحديد اسم المدينة أو القرية أو المنطقة الأقرب من المصيد أمر ضروري لأن أوقات المد والجزر تختلف باختلاف المناطق إذا عرفنا ما هي أيام المد العالي المرتفع والمد العالي المنخفض وسيكون من المناسب كذلك أن نتعرف على أحجام المدود بالتدقيق على طول الشهر لأنها تختلف من يوم لآخر ومن شهر لآخر وقد نصادف في بعض الأوقات المد العالي المرتفع كبير جدا بحيث يكون المد والجزر فيهما كبيرين كما يمكننا أن نصادف في بعض الأوقات المد العالي المنخفض صغير جدا بحيث يكون المد والجزر فيهما صغيرين وكما يقول الصيادون أن المرية مقتولة أو ميتة وحتى بالفرنسية نجد نفس المصطلح مغضو أو مغضو ولمعرفة هذا الشيء يمكننا أن نلجأ لنفس الطريقة التي فعلناها مع وقات المد والجزء وذلك عبر صفحات جوجل وبالمناسبة فهناك عدة مواقع توفر لك هذه المطيات ومطيات أخرى بالمجان ولا مناصة من الاستعانة بها من أجل فهم تحركات الأسماك بالشكل الصحيح قد يوفر لك هذا المعطام معلومات ثمينة حول مدى قوة التيارات التي ستقتلع مختلف الأطعمة وتزود الماء بالأكسجين مما يرفع من نشاط الأسماك ويجعلها تقترب أكثر من الشاطئ ويحدد حجم المد بعلو ارتفاع الماء ابتداء من أدنى نقطة يسل إليها الجزء إلى أعلى نقطة يسل إليها المد نعطي مثالين مختلفين على حجم المد واحد يتعلق بمد عالي مرتفع الآخر يتعلق بمد عالي منخفع كما يمكن أن نرى عبر مواقع الأرصال الجوية أو الملاح البحرية لنفرض على أن الجزر يسل إلى 0.30 تحت السفر أو تحت سطح البحر أو ناقص 0.30 وعلو المد يسل إلى 3 أمطار فوق سطح البحر يعني زائل 3 أمطار فحجم المد العالي المرتفع هو 3 أمطار فسيئة 3 أمطار ويسمى بالمرئ الكبير ويستغرف المد للوصول إلى هذا الارتفاع حوالي 6 ساعات فقط يكتسح من خلالها مناطق شاسعة بصرحة كبيرة الشيء الذي يتسبب في تيارة بحرية قوية فتقتله أنواع كثيرة من الأطعمة كما أنها تزود الماء بالكثير من الأكسجين فتساهم في الرفع من نشاط الأسماك التي تتهافت على مقربة من الشاطئ من أجل التقاط أكبر كمية من الطعام وفي هذه الحالة لن نحتاج لرميز الطعوم لمسافة بعيدة لنصل إلى الأسماك لذلك نجد أكبر المستفيد من المد العالي المرتفع المرئ الكبيرة هم أصحاب التقنيات التي تعتمد على الصيد في المناطق القريبة مثل تقنية الصيد بعجين السردين البلوطة مثلا وغيرها من التقنيات الأخرى أما المثال الثاني عندما يصل علو الجزر إلى 0.40 متر فقط فوق سطح البحر والمد يصل إلى 1.70 متر فقط فوق سطح البحر فحجم المد العالي المنخفض هو الفرق بينهما أي 1.70 متر ناقص 0.40 يساوي 1.30 متر ونسمي هذا المد المالي الصغير حيث يرتفع فيها الماء خلال 6 ساعات كذلك ويعتبره 1.30 متر ارتفاع صغير مقارنة مع الارتفاع الذي نسجله خلال المد العالي المرتفع لذلك تكون صوحة اكتساح الماء ضعيفة والطيارات البحرية تكون ضعيفة هي كذلك لن تستطيع اقتلاع الأطعام بالشكل الجيد ولن تزود الماء بالكثير من الأكسجين وبالتالي سوف يقل نشاط الأسماك وتبقى بعيدة عن الشاطئ ويستحسن في هذه الحالة أن نرمي بالطعوم إلى أبعاد المسافات وقد نستغل في ذلك معدات مناسبة مثل الخلوط الرقيقة وأن نختار أماكن مناسبة مثل السطوح الرملية أو السقور الطافية أو المنشآت البحرية أو نستعمل قارب مثلا كما رأينا من خلال هذا العرض على أنه بإمكاننا أن نتتبع أوقات نشاط الأسماك من خلال ظاهرة المد والجزر على طول الشهر القمري بالإضافة لأوقات طلوع وغروب القمر والتي تتزامن مع أوقات الجزر والأوقات التي يكون فيها القمر عموديا فوق رؤوسنا أو في الجهات المقابلة تحت أقدامنا والتي تتزامن مع أوقات المد هناك ساعات طلوع وغروب الشمس كذلك كل الرئاس متفقون من خلال التجارب المتراكمة على أن أفضل فترات الصيد في اليوم هي فترة الشروق والتي تمتد من الفجر وحتى طلوع الشمس وفترة الغروب حتى الحشاء لكن هناك فترات تنسى تماما ولينتبه لها الكثيرون ألا وهي ساعات منتصف النهار حين تكون الشمس فوق رؤوسنا ومنتصف الليل حين تكون الشمس في الجهة المقابلة تحت أقدامنا في هذه الأوقات تزداد جاذبية الشمس على الماء فيزيد نشاط الأسماك كما أن هناك تأثيرات ضعيفة من كواكب أخرى أثناء مورها من مواقع معينة قد تساهم في نشاط الأسماك لذلك قد يكون هذا تفسيرا محتملا في حالة الحصول على صيد في أوقات غير متوقعة أما المد البحر الجوي فهو ارتفاع في مستوى البحر قد ينتج عن اضطرابات جوية تحدث على سطح البحار والمحيطات بسبب العواصف الشديدة والأعاصر فتتسبب في انخفاض شديد للضغط الجوي واشتدادا في صرحة الرياح السطحية والرياح القوية تولد أمواج عالية على سطح البحر كما أن انخفاض الضغط الجوي يساهم في الرفع من مستوى الماء زيادة على ذلك يمكن للأمطار الغزيرة المصاحبة لهذه الاضطرابات أن تساهم في الرفع من مستوى الماء عندما تصل هذه الاضطرابات إلى المناطق الساحلية وقد نراحظ هذه الظاهرة في فصل الشتاء حين يبرغ علو الأمواج ما فوق أربعة أمطار وقد يسير في بعض الأحيان إلى عشرة أمطار فيسير البحر إلى أماكن غير معتادة قد تطال البنايات والممتلكات والبنى التحتية والمناطق الفلاحية مثل ما نشاهد في أجراف المدينة الرباط وقد تحدث بها أذراج جسيمة بل وحتى بالإنسان كذلك ويعتبر الصيد في هذه الظروف مغامرة خطيرة جدا على الإنسان بل حتى الأسماك تفقد بوصلتها في ظروف مجهاته فتفقد شهيتها كذلك فيما يخص ظاهرة المد البحر التونمي فناذرا ما تحدث وتتسبب فيها الهزات الأرضية المسجلة داخل البحر ومن الصعب التنبؤ بها متى وأين سوف تحدث وما مدى قوتها لا شك أنها الأخطر على الإطلاق إن وقع الزلزال بعيدا عن المكان الذين تواجدوا فيه فقد يصلنا مده خلال ساعات قد تتمكن السلطات من إختار الناس لكن إن حدث قريبا فانتظر الساعة ومن بين ملامح حذوث المد البحر التونمي هو أنه قبل هجوم المد على الشاطئ ملاحظ حدود جزر غير معتاد يتراجع فيه البحر إلى مستويات لم نحدها من قبل فإذا وقع هذا وأنت في الشاطئ لقدر الله فما عليك إلا أن تصعد بسرعة إلى أعلى الأماكن القريبة منك وتراقب الوضع من ذاهم ما هي أخطار المد البحري؟ إذا كان عروب الأمواج يقل عن المتر فغالبا ما تقل المخاطر وكلما كان المد العالي منخفضا بما يسمى بالمرئة الصغيرة كلما خفت التيارات البحرية وقلت معها مخاطر لكن في مقابل كلما كان عروب الأمواج كبيرا أضيف إلى ذلك إذا صادف المد العالي المرتفع والذي يسمى بالمرئة الكبيرة فالخطورة تكون كبيرة حيث تكثر استيارات القوية والسريعة قد تتسبب في حواقب لا تحمد عقبها خصوصا عند أصحاب تقنية البيلوطة والسبيلينغ والروقفيشينغ فقد تتسبب هذه الأمواج في التطام الصياد مع الصخور لقد ذر الله بل يحصل حتى عند أصحاب السوركاستينغ قد تأتي أمواج منعاتية تفوق المتوقع فتجرف معها الصياد وأغراضه وتحاصبه المياه من كل الجهات وفي بعض الأحيان تسحب الأمواج الرمال من تحت أقدامه فتجرفه معها إلى الأعماق فيصبح في وضع لا يحسد عليه وفي كل سنة مسجل مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تحصل حتى مع بعض الممارسين المواضبين نسأل الله السلام إذن كل الحيط والحذر من هذه الظروف الغير مناسبة ونحن نتحدث عن الشواطئ المغربية التي لا يتجاوز علو المد فيها عادة الثلاثة أمطار ونصف لكن هناك أماكن قد يصل فيها علو المد إلى ستة عشر مض تخيلوا معي هذا يساوي علو عمارة من خلص طوابق على الأقل فالخطورة هنا تكون حتمية تخيلوا السرعة التي سوف يزحف فيها المد على اليابسة خصوصا إذا كانت الشواطئ ضعيفة الإنعدار في الحالات العادية عندنا في المغرب مثلا قد يزحف المد لمسافة قد تصل إلى مئة متر مئتين وحتى جلات مئة خلال ست ساحات لكن في حالة المد الكبير الذي يسجل بخليج فوندي أو خليج أونجابا قبلة الشواطئ الشرقية لكندا وخليج المانش في الجهة الغربية المقابلة من محيط الأطلسي قبلة الشواطئ الفرنسية مثلا قد يصل لعدة كيلومترات وهناك تحصل حوالي كثيرة أثناء مداهمة المد لبحث صوار المنعدمي الخبرة لأن القروج من منطقة الخطر أثناء المد الكاسح يتطلب صنعة حصان أو سيار لذلك نجد فوق الإنقاذ دائما تراقب هذه الأمكين بالقوارب والمروحيات كما أنها تقيم إشارات تحذيرية تشير بخطورة المكان إذن باختصار شديد معرفة أوقات المد البحري يجب أن تكون من البديهيات بما توفرهم معلومات مهمة حول فترات نشاط الأسماك من أجل استهداء أوقات الدروة كما أنها توفر لنا معلومات حول مخاطر البحر لنتجنبها قدر مستطع أما أوقات الدروة التي يكثر فيها نشاط الأسماك فهي الساعتين الأخيرتين من كل مد والساعة الأخيرة قبل نهاية الجزر وفي بعض الأحيان يمتد للساعة الأولى من بداية المد الموالي أوقات الدروة هذه ترتفع بشكل أكبر في أول وآخر الشهر القمر وفي منتصف حين يكون المد العالي مرتفعا بحيث كلما كان المد العالي مرتفعا كلما كانت التيارات قوية وكلما اقتلعت مزيدا من الأطعمة وحركت كل السيسية غذائية وزودت الماء بالكثير من الأكسجين وبالتالي يرتفع نشاط الأسماك وتقترب كثيرا من الشاطئ وكلما كان المد العالي منخفضا كلما بقيت الأسماك بعيدة بالرغم أن الأسماك تحتفظ بنشاطها في أوقات الدروة لكن ليس كما هو الحال عليه في المد العالي مرتفع تعتبر ساعات طلوع وغروب الشمس ومنتصف النهار ومنتصف الليل من أوقات الدروة كذلك وكذلك ساعات طلوع وغروب القمر وهذه هي ساعة الجزر دمنيا والساعات التي يكون فيها القمر عموديا فوق رؤوسنا أو في الجهة المعاكسة تحت أقدامنا وهذه ساعات المد دمنيا كذلك وكلما تزامنت بعض من هذه الأوقات فيما بينها ارتفع نشاط الأسماك بشكل كبير مثلا شعوق الشمس مع غروب القمر أو العكس بالعكس كذلك إلى آخره كما أن هناك ثروف أخرى تساهم في الزيادة من نشاط الأسماك هناك أخرى تفعل العكس كذلك وكل هذه الأشياء سنتدارسها في الحلقات المقبلة بحول الله أتمنى أن أكون قد وفقت في الإجابة على تساؤلتكم أستودعكم الله وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة